وفي هذا المنف شديد الحركة وسريع النتائج لا يمكن للجزم عند أي سعر سيقف صرف الدولار في السوق الموازي وسط حالة قلق في الأسواق خاصة وأن الارتفاع سيضغط على الأسواق ويدفع فاتورة الأسعار للأعلى عصب رأي المختصين وفيما استبعد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن يكون قرار البنك المركزي القاضي بالسماح لشركات الصرافة بالاشتراك مع نافذة بيع العملة هو الحل السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار أكد ضرورة تمأنة الشارع بأن القطاع المصرفي قادر على تغطية الاحتياجات من الدولار بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد من خلال المصارف المعتمدة التي لم تشملها العقوبات اشتركوا في القناة